مرحبا بكم النسي الكل اليوم باش نحكيه علي علي الشيبي و باش تعرفوا في الفيديو هيدا السرار تكشف لأول مرة على حياته الخاصة وعلى زوجاته وصغاره الزوز علي الشيبي قبل كل شي هو من أشهر الأعلاميين ناتوينسا وهيدا ما يفسر انه كل خطوة في حياته تكون محل أنظار النسي الكل ونبدأ بمسيرته المهنية اللي بديت تقريبا عام 1994 في قناة 21 يا حسرة برنامج اكتشاف المواهب الخطوة الأولى وشرك في تقديم برشا برامج تلفزيونية أخرى ناجحة ساهمت في شهرته أبرزها برنامج عندي ما نقول لك بتبيع برشا مواسم المسامح كريم عندي ما غنيدك ما بناتنا مع علي وبرنامج إذاعي على إذاعة موزيكة فام سرك في بير على الشيبي قبل ما كنيش نرفع عليه حتى شي لزوجته لصغاره لكنا نرفع عليه حتى معلومة جس كيف عرص برملة ذويبي ولا تحياته كلها موجودة على الفيسبوك والاستجرام وين يمشي وين يسافر شنو يكل معاش كون يخرج وصارت برشا مشاكل كعرس برملة ذويبي خاصة مع عيلته وبنت خوه ذكرى الشيبي اللي هي أمسين ده وفي صف صغاره توا نحكيه عليهم خطر تعرفوا مفاجأة اليوم فيما يخص صغار علي الشيبي علي الشيبي تعرفوا ناسي الكل معلومة هذي تعرفوه أنه هو معرس تلافة مرة تطلق زوزنسية قبل بش نبدايو نحكيه على زوجته اللي هي طبيبة دكتورة في التجميل اسمها مالك بوزويتا وبتبيعة تحضر في بلاتويت في التلفزة والمفاجأة أنها موجودة يكون في قناة التاسعة القناة التاسعة اللي هو زادة يخدم فيها موجودة دكتورة بوزويتا مالك دكتورة مالك بوزويتا تحضر مع عفيف الغربي في برنامج يتعد على قناة التاسعة تحكي فيها كل مرة على نصائح في التجميل البوتوكس والكمبلومون نصائح كاللي شد البشرة وغير 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 موجودة ديجا لفيديو متاحة وبرشة الناس يتفرجوا فيها ومش عارفين اللي هي راهي هذيك مرت علي الشيبي لولا اللي هي أم نانسي الشيبي أم بنته الكبيرة اللي هي اسمها نانسي الشيبي ولي داخلها زيدة في حركة مع ابوها تحكيوا عليها من بعد وبتبع برشة كومنتاريت نلقاهم كانت ذكر الشيبي مرة هبتت تصويرتها وبقالت راهي هذي هي أم نانسي الشيبي وبرشة جمهور معناها تفعل مع التصوير وقال قديشي كلاس وقديشي مضخمة لمرأة ومحليها وأضخم حتى من زوجة وطاوة اللي هي راملة إذويبي هذي في اللي كومنتار وبتبع نذكروا اللي زوجة علي لولا ملك بوزويتا أم نانسي الشيبي كانت حضرت في زواج علي ثالث براملة إذويبي وهننتو في العرس وبرشة ناس قالوا محليها لمرأة معناها متصالحة مع روحها ومع ماضيها ومع عليها عادي مع عليك سمتاحها نورمال على الأخر وقديش محليها سينو باش نحكيه على زوجته الثانية اللي صار اللي بينها وبين علي الشيبي برشة 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 مشاكل زوجته الثانية أم ولده أدونيس والحكاية اللي برشة ما يعرفوهاش وماشي في بيلهم اللي عليه عنده زو صغار وهم أخوات من نفس الأم نو عليه عنده نانسي الشيبي بنت زوجته لولا وعنده أدونيس اللي هو ولد زوجته الثانية فاتمة بن مسعود هي زوجة علي الشيبي الثانية وهي أصيلة ولاية المهدية بالتحديد من مدينة الشيبة وصارت مشكلة كبيرة خاصة في ظهور الإعلامي وقتها من نين علي الشيبي قال اللي هو زوجته المستقبل يحكي على راملة ذويبي هي باش تكون بنت أصل والحب الأول والأخير في حياته والكلام هذيك ما حبتهش عائلة بن مسعود وهبتت معناها عامة زوجته وهبتت استأتيه وقالت اللي عليه يلزمه يعتذر من العائلة عائلة بن مسعود هي عائلة ذات حسب ونسب وقتله يلزمك تحترم العائلة اللي احتضنتك وحبتك واللي صهرتها وما تنسيش رو عندك منها ولاية يلزمك تحترم مشاعره اللي غدوة في اليامات بشي يكبر ولدك وبشي عاتبك ويأخذك على تصريحاتك اللي انتي توا أعملتها وحبيت تكسب بها قلب حبيبتك جديدة ومن المفاجئات زيدة انه نانسي الشيبي وادونيس ولد علي الشيبي اخوها اللي هما مش من نفس الام يتلقاوا مع بعضهم ويهبتوا تتصوروا مع بعضهم وأم ادونيس تهبت تصويرت ولدها وتصويرت نانسي شيبي بنت زوجته لولا عادي جدا وقالتين يتواصلوا مع بعضهم وما عندهم مش حتى اشكالية الى جانب انه ذكرى الشيبي قريبة من الزغار برشا 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 وقريبة زيدة من فاتمة بن مسعود وقالتين معاناها تهبت تصورها معاهم وبغتون اللي الدكتورة زوجت علي الشيبي لولا ملك بوزويتا زوجته عندها صغار مي زوجت علي الثانية مع الرستش صحيحة تلاقي مش بيهي لصغارة خطر يخليهم يعيشوا برشا مشاكل في حياتهم ما يلحجل به في الموضوع ذي والنقطة الإيجابية انهم زوج اخويت نانسي الشيبي وادونيس الشيبي ما زالوا يتلقاوا مع بعضهم ويعيشوا اخويت ويتقابلوا مع بعضهم وما يلقاوا كان بعضهم في اللخر وذكرى بتبيعها معهم ما ذكرى عليش هي تحن عليهم برشا وتتعاطف معهم برشا وهذا يمكن ما يفسر انه المشاكل اللي صايرة بينها وبين زوجة عالة جديدة رملة اذويبي اللي بعدته على الصغار وبعدته على العائلة وخليتهم يمكن يحسوا بغيب وبرش واذا كان ادونيس مزل صغيرون لكن نانسي الشيبي كبرت وقعدة تفهم في الحكاية وقعدة تعطي برايها زادة في الموضوع ذي وهي زادة في صف ذكرى الشيبي ومسندتها ضد رملة اذويبي الزوجة الجديدة اللي علي الشيبي اللي من يتزوجها علي تبدل كمبليتما في تصرفيته في كلمه في دهوره الاعلامي وخاصة المشاكل الكبيرة اللي صارت لهم درنير مو خلت عليه يتراجع حتى في مستوى التقديم التلفزي متاعه هذا لحظته تقريباً نسي الكل